اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وعمل انجازات كبيرة في عالم كرة القدم فعشان كده انا بتكلم مع كابت محمد عامر النهاردة هتسمعوها حاجات هتسمعوها الاول مرة من الكابت محمد عامر هو طبعا نتعرف المجال دلوقتي يعني الوكلة هم المتحكمين في الوكرة بتاع اللعبين الوكرة اللعبين طبعا يعني انت علاقتك ايه معهم لا ما انا اعلقتي بوكيل بيجيب لي لعيب يعني الوكلة هم اللي بيتحكموا في المدربين كمان هم اللي فردوا على النهاردة يعني برضو الناس كلها عارفة ان ان الوكلة يعني الدور السنة اللي فاتت فيه فرق جايبة 22 لعيب 23 لعيب 17 لعيب و 15 لعيب ليه يعني كل التغييرات دي مش بقول لك احتراف مش فيه احتراف ما وفيه احتراف اه انت دربت بعض الفرق وفي نفس الوقت الفرق انت دربتها دي كانت درجة اولى ما اطلقتش اولى منتاز هل اللاعب هو بيلعب في الدرجة الاولى العادية غير اللاعب اللي هلعب فيه الاولى الممتاز لا هو هو اللعيب بتاع فيه لعيب درجة اولى اه ما ينفعش في الدور الممتاز ممكن الفرق دي عملت كده ممكن احنا برضو احنا احنا بنقول على الشواهد اللي احنا شفناها اه لكن اه تلت اربع الفرق اللي صعدت تلت اربع الفرق اللي كانت في الدور الممتاز مغيرين عدد كبير من اللاعب يعني النادي الاهل لما بيجي لما بيجي ضيف لعيب بيضيف لعيب هو محتاجه جدا نعم او اتنين عشان حتى ما يهزش بالانسجام والترابط في جوه جوه التيم لكن في فرق كتير اجابة لعيبة اجابة لعيبة كتير والوكلة طبعا يعني انت عز تقولي في النهاية ان الوكلة هم بتحكموا في كل شيء كل شيء طبعا كل شيء يعني احنا مش بنقول ان هم وجودهم مدر لا وجودهم ممتين جدا بقى بقى في كل العالم كله فيه وكلة بس بس بش كده اه لكن ما يبقاش عاوز يبعط لك اربع خمس لعيبة عشر لعيبة وتقبالهم عشان خاطرهم مثلا هيبقى فيه مصلحة يا بيزنس اه طبعا ده اللي بيحصل ترجمة نانسي قنقر